طيب عايزين نروح لموضوع يمكن هو اكثر بقى عمومية شوية وفي نفس الوقت مهمة جدا المسألة فيما يتعلق سواء اذا كان بمواصفات الجودة وما الى ذلك ومن تاريخ الانتاج وحتى تاريخ انتهاء صلاحية اي منتج فيه الكثير من التفاصيل ممكن تبقى حصلة جوه والكثير من الامور اللي ممكن تخلي المستهلك يخبط في الحيط صح؟ تاريخ صلاحية تقصيبين العامل الافتراضي؟ اه طيب نقف هنا الاول وقفة وقفة صديق ماشي احنا ما فيش حاجة اسمها تاريخ صلاحية لسلع معمارة هي حاجة اسمها عمر افتراضي اوكي فرق جوهري لو قولنا تاريخ صلاحية معناها بعد تاريخ صلاحية نرمي اه لما بلقول عمر افتراضي يعني العمر اللي هيفضل يعيشه المنتج جوية خدم حلو يتخدم من صاحب العلامة لغاية ما يوصل للعمر ده وده فرق جوهري ما بين كلمة تاريخ صلاحية لا يوجد شي اسم تاريخ صلاحية تاريخ صلاحية ده في الاكل ده في الاكل لان ده في مواد من الداخل دواء او الدواء او كذا انما لما نيجي للسلع المعمرة حن يعني احنا بنحب نضرب امثلة سوا فاكرة بتجازل ابيض الابو اربع رجليه حربية بتاع الزمن ده انا مش هقول العمر بيخلص وهو ما بيخلصش ما شاء الله موجود طبعا بقاله كم سنة بتاع خمسين ستين سنة طب التلاجة البيضة البومبيدي مش قادر اقول اسمها عشان دي مركب جد لأ موجودة بقى مسارة حربية دي بتاعتنا موجودة موجودة شغالة اه شغالة طيب بقالها كم سنة خمسين ستين من قام جدتي حلو قوي فبالتالي بقى عندنا احنا ثقافة احنا مش اجانب احنا مصريين اه يعني حضرتك ما بتمشيش في مصر تلاقي واحد حضرتك تلاجة عن رصيفي بقولك لو سمحت شيلها زي ما بنشوف في اوروبا في امريكا من فضلك شيلها وخدها وهي شغالة احنا عندنا بغير البيت وباخد معاها السلع المعمرة اروح البيت التاني بالضبط وبعد كده اغير البيت التاني ااخد نفس السلع واروح وبعد كده لما يعني يكون زيقت ملقى قدها وديها اسكندرية ولا رأس البر ولا الساحل ولا ايوه انا اخد الواديها المصير تمام الناس لما بتيجي تأسس لجواز ابنهم او بنتهم بيشتريلوا الغسالة والتلاجة والبتوجاز والسخان ويحطهم عنده علشان كزا فبالتالي عندنا مفهوم اسم مفهوم السلعة المعمرة عشان هي كلمة معمرة عيشة بقى تمام احنا ما عندناش ما اسمهاش لوية جودس ولا اسمها سلعة معمرة ايوه لانك لو ترجمت الانجليزي هيطلع اسمها اجهزة منزلية احنا عندنا اسمها سلعة معمرة احنا 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 اسمها سلعة معمرة يعني المفهود يبقى لها عمر طيب العمر تقدي ايه قبل ما نقول له عمر ده قدي ايه فحنا نمسك سلعة من السلعة اختار مثلا غسالة حاجة فتحت الغسالة الأوتوماتيك من جو يعني مرة شفت غسالة بتاعت ماما بتتصلح شفت حلّة الحلّة دي العديل اللي احنا عرفت شكلها استنس ممكن تكون استنس 3-4 درجات ممكن تكون صاج مدهون طبقة كروم تفتكر الصاج اللي مدهون طبقة كروم هيعيش زي الاستنلس 18-14 هيعيش زي الاستنلس 400 هيعيش زي كذا لا 60-400 ده أقوى حاجة تمام كل واحدة من دول هتحدد عمر الحل من الضمان يخلص من هنا وتلاقي الحلّة بازت من هنا لغاية انه هتلاقي الشركة تانية بتقولك ضمان مدى الحياة ايوه عشان حطى منتج خمته ايه من جوه فبالتالي لما بنقول عمر افتراضي او قرار نطلع بالعمر الافتراضي احنا عايزين نوصل لايه مستوى جودة يليق بواحد بيستثمر في السلعة دي وعمل حسابنا هتعيش معه صح عايزين نعمل حاجة نحط قاعدة اساسية ان بعد الضمان ألاقي قطعة غيار صح يعني ايه عمر افتراضي يعني بعد ما انتهي الضمان هنقول مثال السلعة دي ضمانها ثلاث سنين وعمرها الافتراضي عشر سنين ايه اللي هتاخده خلال السبع سنين اللي هم بعد الضمان ان انت هتلاقي قطع غيار ومراكز خدمة موجودة لها لكن مفيش منطق في الدنيا ان انا هشتري سلعة يخلص الضمان من هنا يبوز من هنا يقول لي انا اسف ما عنديش قطع غيار ليها وممكن يكون الشخص ده لسه بيدفع القصة بتاعها اه والكلام ده انا مكلمة جواب من واقع احنا بتكلم المشاكل بنرسودها ان فعلا بتلاقيه بيقولك انا لسه بسد او سد بتقولك انا لسه بسد قصة التلاجة وبيقول لي مفيش موتور ليها مفيش مش عارف ايه ليها مفيش كذا قصة طلعت من الضمان طب وفيين العمر بتاع السلعة عشان كده قلنا لابد يبقى فيه يذكر العمر الافتراضي السلعة ومعملناش زي دول تانية قالتلك حط عمر افتراضي حدده انت بمعرفتك قلتلك لأ حدده انت بمعرفتك يا سيادة التاجر او المصنع او المستورد وقل لي قد ايه وانا من حقي اختار اختار يقبلوا يبقى عندي معيارين اقدر اختار عليهم مدة الضمان وعمره والتالت سعره يبقى انا التالت معيار دول يقدر احكم على المنتج ده اشتريه بعشرة جنيه ولا بخمسطاشر جنيه ولا بعشرين جنيه ودي لي هازبون ودي لي هازبون ولي لي هازبون لكن حقي اني اعرف صح حقي انا كمستهلك اني اعرف لكن اشتري يخلص الضمان من هنا المفوضة المياه هو ايه اهو ده اللي بيحسن او انك انت تقع فريسة لمراكز الخدمة الوهمية واللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي بابا ايه عشان بس اني بعارفين يعني او انك انت تحط قطع بغيار مش من تبع الجهاز في مركة لها بتاع خمس مراكز خدمة خانسين الحقيقة مش خمسة اعرفها هتتكلم عليها اه تمام فاللي عايز اقول حضرتك انه العمر الافتراضي مفهوم العمر الافتراضي اللي احنا طلعنا به قرار مفهوم العمر الافتراضي ان السلعة المعمرة ومفهوم السلعة المعمرة هي السلعة اللي بيحتاج تشغيلها لقطع غيار ومراكز خدمة يعني مش بس غسلة وتلاجة لا وعربية اي سلعة ليها قطع غيار ومحتاجها مركز خدمة يعني الساعة تنفع ايه اي الموبايل الكمبيوتر اي سلعة اوكي بتحتاج عشان تستمر في اداء وظيفتها لقطع بغيار ومركز خدمة هي خضع للقرار وبالتالي لابد يعلم عليها بكل الطرق أحيان يكتب الضمان والعمر الافتراضي انا وانا بشتري اخطار هتديك مثال بسيط في شركتين تلاتة في مصر بيبيعوا اللي هي حق الحمامات الخلطات والتجهيزات اه ايGH HTML منهم شركتين تلاتة بيقولوا مضامان ما دا الحياة اه و لو اتصلت بيهم بعد عشر سنين بالتليفون بتقوله الخلاط بينقط ماء بيجي يصلحولك ويمشي وما تدفعش مالية وسعر الخلاط عشر أضعاف سعر اللي موجود في الفجالة ده بيبيع ولا لا عشان في بعض الناس بتقولك لا ده أنتو كده الأسعار الأسعار في مقابل الجودة والاختيار لمين؟ للمستهلك عندك الحاجة اللي هيقولك عمرها الافتراضي زي واحد اكتهت كده قالك خلاص احنا بقى نكتب العمر الافتراضي الضمان اكتب ما أنا بختار وكلوك هتتفقوا لو اتفقتوا ده يا سلام خلني الجنة يلا لكن اللي هيحصل ايه واحدة يقولك ثلاث سنين واحدة يقولك خمس سنين واحدة يقولك عشر سنين واحد تاني هيجيب منتج دفع ثمان وهديك مثال اللي دي هيقولك عشرين سنة ليه؟ هديك مثال بقى حاجة في شركة من الشركات المحترمة جدا في مصر طبعا مش قدر يقول اسمها بتدي هامش ربح للتاجر في التلاجة خمسة وعشرين جنيه بس خمسة وعشرين جنيه؟ خمسة وعشرين جنيه طبعا أنا كتاجر اشتغل فيها ليه بقى هقولك ليه؟ عشان جودتها فبت لا مش عشان بتتسحب كتير عشان لازم تكون عندي في المعرض عشان الزبون ييجي أول ما ييجي ما بيعلوش دي حاجات كتير بقى حوالي حاجات التانية بقى خد التلاجة وخد التلفزيون والديفريزر لا والتلاجة اللي هو وانا اتغير بقى الفيديو الهامش الربح لا او ممكن يكون عنده تلاجة تانية الهامش الربح بتاعه خمسمية جنيه والف جنيه بس هيدخل عن طريق دي بيجر رجلو بالتلاجة المحترم ولما يوقف بقى الزبون اللي هو أنا ولا حضرتك داخلين يقولك لا بص التلاجة دي اه هي ممتازة بس دي بقى بتتشقلب وبتنور أصفر واحمر وبتاع المزيكة يحاول يقنعك تشتريها 25 جنيه او 50 جنيه الراجل تصارف عليها كمصنع صارف عليها ومركز خدمة وقطع غيار صارف عليها وفنيين مينية ويدوبك هو مثلا كسبان له فيها 50 جنيه عشان هي عرف تلحها تنافس في السوق ويدوبك 25 للتالج تلاقي أرقام هزيلة فمقابل واحد بقى جايب من عملاق من عمريقة الصفراء عمريقة الدول الصفراء الغسالة دي كسبان فيها 300% فبالتالي يقدر يدي للتجر 1000 جنيه عليه طب ايه الفرق بين دي ودي المنتجات الخامات اللي جوه الكويتش بتاعها الاستانلس بتاعها المصمار بتاعها ده مطاط أصلي ده معتد وير وده استانلس كذا ده صاج مدهون ده بلاستيك كذا ده ريسائك او كذا ده بيحدد عمر المنتج فبالتالي انت مش هتشتري منتج جيد اللي لو قرفت عمره طبعا ولما يجي حط عمره هو بيحط مقياس للجودة تعالى نرجع خطوتين لغر ونفتكر كلام في خامة الرئيس لما قالك لازم المنتج المصري يبقى بموصفات لا تقلع موصفات الأوروبية بزعبت